السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي حياكم الله جميعا ارحبكم الى موقعي ماخنزي ايري كافت سيت كرافت فارت سويك في زي شغون زيلبا بتعاون مع شيك 24 وقدم لكم موقعي المتواضع ونرجو منكم دعمه سأريكم كيف يصنع كل شخص تأمينه بنفسه ولا يحتاج الى ان يذهب الى مكاتب التأمينات الاخرى والتي غالبا ما يكون تأمينها اكثر بكثير لانهم بذلك يحتاجون الى ايجارات وراتب موظفين وما الى ذلك ولكن بيختارك الى موقعي هذا بالتعاون مع موقعي 24 فانك تستطيع ان توفر الكثير من المال الذي انت بحاجة اليه فقد حسب التجارب السابقة الكثير من الناس الذين كانوا يؤمنون عن الشركات الموجودة في المدن لديها مكاتب وفروع فانهم يوفرون بذلك ما بين المائتين الى ثلاثمائة يورو في السنة بحسب نوعية السيارة وهي فرصة جميلة يستطيع الواحد ان يصنع مقارنة بنفسه يتسفرق وبالتالي يستطيع ان يعرف كم هو مقدار التعمل الذي سيدفعه ويستطيع ان يبرم العقد بكل سهولة انلاين وسيأتيه عبر الايميل او عبر البريد الى البيت بكل سهولة احب ان نوه في البداية انه لا خوف على الاطلاق من الشركات التي تقدم عروضها عبر النت وبالتالي عبر شركات معروفة مثل شركة شك 24 على الاطلاق كلها شركات مسجلة رسميا وتشتغل نظامي وبتالي لا داعي للخوف والذهاب الى التأمينات التي او الذهاب الى المكاتب الموجودة في المدن لانهم مثل ما ذكرت فانهم يأخذون كثير من المال عموما سنجري الان بشكل مبسط كيف اصدع ان اعمل مقارنة لتأميني من جوالي كما ترون الان في بعد الامر هنا نحط في المربع الاول اسم المدينة التي سيتم تسجيل السيارة فيها انا من بون فسأضع رمز المدينة بون ثم انتقل الخطوة الثانية وهي الافضل الصراحة هنا هو ان احضر يتوجب عليها يكون لديها ورقة السيارة او ورقة الملكية الافضل هو بورقة السيارة من حيث وليس عبر الموديل احيانا الماركة والنوع يعطيك سعر تقريبي ليس تماما ولكن بإعطائك الى الرقم السيارة والذي موجود على ورقة السيارة ورقة ترخيص السيارة كما نرى هنا سنراها عمليا هنا في هذه الفرسوكشاين هنا كما نراها الارقام التي في البي والسي هؤلاء الرقمين البي والسي الاربع الارقام في الخانة بي والثلاث الارقام في الخانة سي هؤلاء الذين احتاجهم لكي اصطيع ان اصل الى التأمين المطلوب انا لدي هنا سيارة سأحضر سأعمل رقمها اربع رقام في الخانة بمثل ما ذكرت هنا في الخانة الاولى ثم في الخانة الثانية الآن عمليا سيظهر لي مباشرة نوعية السيارة سيترون سي فونف والموديل لها بكل سهولة الخطوة الثانية الآن الخيار هنا هل الخيار اول اذا كنت ما زلت سوف تؤمن السيارة لاول مرة بمعنى انك لم تستخدمها بعد بمعنى انك اشتريتها وتريد الان ان تسجلها هنا هذا الخيار اما اذا كنت انت مؤمن السيارة اذا كنت مؤمن للسيارة وتريد تغيير التأمين لسبب ما خصوصا في شهر اه داعش من كل سنة اه كل الناس تحب ان تغيير تأمينها للحصول على عروض ارخص وافضل فنختل الخيار الاخر ولكن الان سنبدأ الان بالخيار الاول الذي هو تسجيل السيارة ما زلت لم تسجل على اسم الاطلاق سنذهب الخيار الاول ثم الخيار الثاني من الذي سيتحمل التأمين بكل سهولة الفيزيشونج سنيما كما هو العادة لا بد علي من الفارتسويك شاين ان اظهر تاريخ صناعة السيارة لنفترض هو صف اربعة عشرة الفين وثلاثة وبداية التأمين هو يذكر لك التاريخ اليوم مثلا الخيار الثاني دائما هو نعين لانه ليست تأمين لفترة محددة انما تأمين لطوالة السنة سيسيون كنساشن الذي يمكنه مثلا للصيف او الشتاء او ما شارك سنضغط على فيتا سنذهب الان الى تحديد الاستخدام للسيارة هل هي الخيار الاولى فقط خاص مع ذهب العمل ام للتجاري ام خاص وتجاري غالبا هو خاص اليرليش فار لايسون كم ستمشي فيها في السنة في المتوسط اقل حاجة هو ستة الف اه وتصدع ان تحدد تقريبا طبعا هناك من سيسأل اه هنا يظهر لك في المتوسط اه كما هو الاقل شي ستة الف كيلو متر في السنة في المتوسط ان عشر الف اكثر عشرين الف اه ربما يسأل بعض اذا عملت رقم قليل وفي اخر السنة ظهر لي انني مشيت كثير ما هو الحكم بهذه الحالة في حالة عملت حادث وتم فحص السيارة فانه يتبين انك مشيت اكثر من الارقام المطلوبة بالتالي سوف يجعلك التيمين تنفع مبلغ اضافي اما اذا غيرت السيارة او غيرت ايمينها فلا يحدث شي على الاطلاق فقط عندما يكون هناك حدث التحديد الجنس طبعا مين ليش او رجل او ذكاء او انثاء اه تاريخ الميلاد اه لنفترض صفر واحد صفر واحد الف وتسعمية سبعة سبعين التاريخ الحصول على الرخصة في هذه الخنة الحصول على الرخصة لنفترض اهداعش ستة الفين اهداعش هنا سيظهر مباشرة تاريخ كم نعم الفين اهداعش اه من المانيا الرخصة في حالة اه ذكرت الرخصة من خارج المانيا اه لا مشكلة في ذلك على الاطلاق فقط يجب ان تكون هناك ترجمة اه مصدق عليها البلد الالمانيا الحالة الاجتماعية عازبة او متزوج يتم تحديد ذلك الوظيفة الحالية يتم اختيار ذلك بكل سهولة هنا كثير من العاطن العمل او متقاعد او طالب او تلميذ او ما الى ذلك او موظف يتم خيار ذلك لماذا هذا الخيار احنا نرغل الموظفين في الدولة لديهم خصم خاص وعنوانك او البوس لا يتسال لعنوانك اه نافعل في بون هنا هل لديك نقاط في فلنسبورغ نقاط مخالفة بالغالب لا 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 من سيقول السيارة هل انت ام غيرك اذا انت انت فقط تحط على العلم الاولى اذا كان هناك غيرك مثلا زوجتك او طفلك هنا لابد من تحديد ذلك وهنا بالتالي سيتم تحدد هل هي زوجتك طفلك وما الى ذلك في حالة عملت زوجتك سوف يتعين عليك ان تذكر بقية التفاصيل ذكرها من انت تاريخ الميلاد تاريخ الحصول على الرخصة الحال الاجتماعية والحال الوظيفية وما البيانات الاخرى البعض يريد ان يكون تامينه شامل لكل الناس نستطيع ان اختار هذا الخيار بحث انه ليس يشمل حقد هو وزوجته انما من يريد ان يسوق سيارته او يقود سيارته هنا تضع هنا ناين بليبي وتحدد هنا عمر اقل سن للعمر الذي ممكن ان يقود السيارة بطبيعة الحال اختيارك لهذا الخيار سيكون هناك فارق فارق في السعر اه لان بذلك انت تعطي خدمة لغيرك بان يستفيد على قل اه بكل سهولة نحط نحن على الرقم الاول الوفقات المؤمن الوحده سنذهب الى الخيار الثاني مباشرة ماذا تريد ان يكون اعتمينك هل فقط تامين ضد الغير الاول ام تامين ضد الغير مع تايل كاسكو ام تامين ضد الغير مع فول كاسكو اه التامين ضد الغير فقط اذا اه ضربت اه شخص اخر فإن التأمين يتحمل والتايل كاسكو يكون من ضمنه تأمين ضد السرقة والزجاج إذا كسر الزجاج بسبب عواصف أو ضربة حجر أو ما إلى ذلك ليست بسبب فعل فاعل فإن التأمين يدفع لذلك وإذا تم استرقض السيارة فإن التأمين يدفع التايل كاسكو مع العلم أنه يوجد لابد أن تشارك بمبلغ 150 يورو أو تستطيع أن تجعلها من غيره ولكن هذا سيرفع نسبة التأمين في الرقم الأخير فيما بعد وأيضا التأمين الشامل لا بد أن يكون ماذا تحب سيكون هنا ولكن نحن نفعل هابفليش غالبا ما يكون هابفليش أو تايل كاسكو نفعل هذا الرقم هل لديك تأمين سابق أو كنت مؤمن عند شركة أخرى في هذه الحالة يتعين عليك إذا كنت تقول نعم لا بد أن تذكر اسم الشركة ما اسمها بالضبط والمدة التي كنت لديهم بهذه الحالة وهل أنت بهذه الخانة لغيت التأمين بنفسك هل هناك حوادث صارت مسبقا هل هنا الشادين فريهات كلاسة هذا مستوى تأمينك وهذه في كل سنة يحصل لكل سائق سيارة في ألمانيا في شهر داعش على عرض جديد من الشركة إنما يكون غالي أو أرخاص مع تحديد الشادين فريهات كلاسة وهو صنفك فيما يتعلق بالحوادث هنا سيتعين هنا الأرقام وتأتي لك بهذه الرسالة موضح فيها هذا الرقم على كل نحن سنفعل هنا بحكم أنك ما زلت ليس لديك تأمين سابق ولأول مرة تسجل السيارة هنا تضع ناين وبالتالي سيذهب بك مباشرة إلى الفقرة القادمة هنا عليك أن تحدد سيارتك أين تريد أن تضعها هل في كراج هل في ستيف كراج هل في الشارع هل في موقف عام وغير ذلك غالبا يكون في الشارع حيث تقريبا تختلف بلا سعار طبعا هناك قد يضع بعض الناس يقول الناس أضع مثلا في الكراج أو في بارك هاوس ومسكر ولكنه في الحقيقة أنا أضع السيارة أو أترك السيارة في الشارع حقيقة لا يصر شيء هذا سينقس المبلغ قليلا ولكن في حالة اكتشاف عدم تطابق البيانات واكتشاف أنك مخادع فإن ذلك سيكون عليك لا شك مخالفة كبيرة والأفضل للإنسان يمشي في ألمانيا معتدل يعني عدل من غير مشاكل بالغالب باركاوف أو كريدت أو ليسنك لا يؤثر ذلك كثيرا سنذهب الآن الوظيفة وظيفتك تحدد وظيفتك هنا هذه الأمور حقيقة حسب تجربتي لا تؤثر كثير إنما من يريد أن يضيفها فليضيفها الدفع هل الدفع سنوي أم نصف سنوي أم ربع سنوي أم شهري غالبا يكون سنوي الآن تستطيع هنا هذا الفقر الجديد موافق أنك قرأت التعليمات وقرأت بنفسك ومن أجل أن تؤمن نفسك بنفسك بحيث أنه لا يصير لديك ما شكل فيما بعد توافق على ذلك والآن سيظهر لنا النتائج هذه النتائج هنا هنا الزور تير الناخ ممكن أن أضع أرخص سعر الآن سيظهر لي أرخص سعر هنا مع السعر للتائل كاسكو معتا من ضد الغير تستطيع أن تحصل على هذا الرقم هذا المطلوب عندما تذهب إلى تسولاسونجشتلة إلى البلدية لترخيص السيارة يطلب منك هذا الرقم في حالة إدمامك للعقد هنا مباشرة يتم إرسال هذا الرقم إلى إيميلك هنا العرض هذا التأمين يشمل تأمين زي ما ذكرنا للتائل كاسكو مع مشاكل في حالة الإهمال هذا يتم الاتصال من أجل شرحاء أفضل هنا التأمين هذا يقدم عرض بمبلغ زيادة خمسين يورو تقريبا ولكن هناك شيء يزايد الماردر بيس هذا حيوان يدخل عند المطور السيارة ويقوم بقحت وأكل الأسلاك والأنابيب البلاستيكية ويؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة في السيارة هنا التأمين يتحمل هذا هذا عرض آخر ولا يوجد تلك الخدمات الموجودة وهذا عرض ثالث مع تلك المميزات عموان هذا مثال بسيط وهذه نفس الشركة السابقة التي كانت هنا مع زيادة هذا التأمين ضد هذا الحيوان نعم زيادة 100 يورو تقريبا 100 يورو تقريبا زيادة هو الأفضل يعني حقيقة للمشاهد هذا الحيوان من قبل لكن الأفضل للإنسان يحتاط وهذا الآن تأمين شامل سنجرب الآن لنعمل بعض التعديلات في حالة أريد تأمين ضد الغير فقط سنذهب إلى الفلتر هنا وأضع ماذا أضع هنا الآن الآن تغير البيانات هنا أضع نورها بفليشت والآن سيعد لي الحسبة من جديد وهذا فقط تأمين فقط ضد الغير لهذه السيارة سأحاول أن أضع أرخص سعر الآن يظهر لي أرخص سعر يقدم من هذه الشركة فيها الرقم المطلوب للتسجيل الماركو الماركو بوليس هذه التأمين ضد الغير لسفر خارج ألمانيا في داخل أوروبا هنا خيالات متعددة الإنسان يستطيع أن يحدد ذلك بنفسه حسب السعر وحسب الخدمة المطلوبة لنرى هذا السعر هنا نرى ماذا يقدم لنا هنا نستطيع أن ندخل لنرى الكثير والخدمات هنا ماذا يغطي هذا التأمين حتى نستطيع أن نرى التقييمات هنا التقييم مثلا الذين سابقوا من قبل استطيع أن نكون لدينا تصور في حالة تعجبت بهذا التأمين على سبيل المثال تفعل أونلاين هنا سنذهب للخطوة القادمة عليك أن يقول لك إيميل بحث يتم إسأل بيانات إليك طبيعة الحال إذا كنت دكتور أو ما إلى ذلك تريد اسمك ولقبك مثلا العنوان تم تحديده مسبقا سيتم تحديد الشارع هنا سيظهر بشكل الاتوماتيك نفترض هذا الشارع مثلا خمسة مثلا رقم جوالك أو تلفونك مثلا ثم سنذهب للخطوة الثانية الإيميل هنا سأضع إيميلي سنذهب هنا إلى الخطوة الثانية هنا سيطلب مننا الفارس إدنتفاتيون النوم إذا كانت موجودة الأفضل هو أنك تسويها مباشرة طالما موجودة عندك الفارسوك الشاين وهذا هو يكون هنا عند الحرف الد هذا الرقم الشخصي للسيارة يجب عليك أن تضعه في تلك الخانة ثم لابرون تحضر أو تجيب وتعطي كم الكيلومتر العداد كم وصل حاليا خطوة و 500 1000 ثم مواصلة هنا خطأ بسبب أني عملت لن نفترض هكذا ما أعتقد الآن سيذهب إلى الخطوة الثانية لا أريد يمكن هذه خدمة إضافية من هذه الشركة ترسلك بالرقم الذي تحتاجه إلى شركة إلى تسولاسون قشكلة في دائرة البديل لتسجيل السيارة أنا لا أريد هنا لأنه لم أضع رقم جوالي صحيحا الآن الخطوة الأخيرة هو أن تعطي بيانات حسابك الذي يتم خصم الفلوس من حسابك لا تقلقوا بهذه الحالة لا يجد مشكلة على الإطلاق في كل الأحوال كل شخص يسجل عبر هذا الموقع الذي نتعاون بالتعاون مع الشيك 24 لديه الحق خلال أسبوعين أن يلغي العقد حتى إذا تم إعطاء كل شيء وتم الموافقة خلال أسبوعين تستطيع عزيزي المؤمن أن تلغي عقدك مباشرة فلا داعي الخوف على الإطلاق تعطي بياناتك لا تقلق على الإطلاق وهنا بهذا المربع فإنك توافق على أن هذه الشركة لديه الحق في خصم المبلغ من حسابك بالانتهاء من هذه الخطوة الأخيرة والمواصلة إلى هنا ستنتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي في أنك ترسل الطلب وسأتيك فيما بعد إيميل بذلك أرجو أنني استطعت أن أختم بهذه الخدمة بطبيعة الحال البيانات المطلوبة لعمل التأمين ذكرتها هنا في أسفل الموقع وهي الفارتسوك شاين التي منها تستطيع أن تخرج الرقامين المهمين من أجل تحديد نوعية السيارة الخنة بأربعة أرقام والخنة الأخرى بثلاثة أرقام ثم اسمك تاريخ ميلادك تاريخ ميلادك وعنوانك ويكون لديك بديد إلكتروني هنا تاريخ إصدار شهادة القيادة وإلى أين وصلت تأمينك بالضبط شهادة في رائحة الكلاسة يعني ليس لديك حوالة السابقة في حالة تريد أن تبرم العقد تحتاج إلى رقم هوية السيارة وهذا موجود كما ذكرته بالفارتسوك هنا شاين في مربع د وكم مشى العداد تبع السيارة ثم بعد ذلك رقم حسابك البنكي في حالة لديكم أي مشكلة تستطيعون في كل وقت أن ترسلون على الرقم هذا أو على الويتساب معكم فاروق غالب فاروق للخدمات العامة من مدينة بون أشكركم إن شاء الله ونكون إن شاء الله عند حسن ظنكم لنخدمكم وحب أن نوه في الأخير إلى أن هذا الموقع نتبرع إن شاء الله من خلال بعشرة بالمئة لصالح أطفال اليمن فأمنوا عندنا من أجل نساعد الآخرين وشكرا لكم مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة